اشتركوا في القناة وعينك إن أبدت إليك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعينه وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق لكن بالتي هي أحسن مشاهدين الكلام مستمعين العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريمة الدعاء الإسلامي السيد البشبشي مرحبا بكم يا شيخنا في هذه الحلقة من لمسات بيانية مرحبا بكم وأهلا أخي الحبيب بارك الله فيك تحب السيد البشبيشي ولا أبو أنس الأثنين لا يوجد مشكلة بسيطة طول وهذا الطول ينقل مثلا أبو أنس السيد البشبيشي وأبو أنس نكتف السيد البشبيشي وأبو أنس حتى أنس ما يزعلي لا بارك الله ولك فيه وأقر عينك بالدنيا والأخير وولد طائع نكمل رحلتنا مع التكرار في القرآن الكريم أسرار التكرار وهل هناك تكرار أم لا وكنا توقفنا في اللقاء المصارم عند قولي تبارك وتعالى إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومرة ربنا تبارك وتعالى يقول وما أهل لغير الله به فلما التقديم والتأخير هنا وما اللمس البيانية في كله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى وبعد نرجع إلى الإهلال نفسه الإهلال كما قال علماء اللغة هو رفع الصوت بالتهليل التهليل يعني قول لا إله إلا الله نعم ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها مريم وابنها عيسى عليه السلام وإن يعيذها وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولذلك جاء الإهلال هنا رفع الصوت بالتهليل في الآية الأولى وما أهل به لغير الله الآية بعدها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه نعم ثم جاءت في المائدة وما أهل لغير الله به هنا قال الأهل العلم تقديم الباء في الأولى هو الأصل تقديم الباء في الآية الأولى التي في سورة البقرة هي الأصل يعني في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم وفي المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نفسها نفسها هي هي نفسها لكن احنا اتفقنا أن سورة البقرة هي السورة الأولى من حيث الترتيب من حيث الترتيب هي السورة الأولى ولذلك لما جاءت فيها الباء اكتفي به وكان الموضع الأول أولى بها الموضع الأول في البقرة بالباء هنا ولذلك أهل العلم أجازوا تقديم المفعول على الفاعل حتى يلتبس الأمر عند بعض الأخوة هذا جائز تقديم المفعول على الفاعل وتقديم الحال على ذي الحال أو صاحبة وتقديم الظرف على العامل فيه كل هذا جائز من حيث اللغة ولذلك لا إشكال هنا أبدا أن تقدم به في الأولى على الغير الله وتؤخر في الثانية يعني هو لغة يجوز وما أهل به وما أهل لغير الله هو يؤدي لنفس المعنى نعم يؤدي لنفس المعنى تمام الملاحف في الآيات الكريمة يعني في سورة البقرة ختمت إن الله غفور رحيم نعم في المائدة أيضا فإن الله غفور رحيم نعم عندنا في الأنعام فإن ربك غفور رحيم اختلفت مع أنها أيضا بالنحل فإن الله غفور رحيم نعم لو لاحظنا هنا نعم لو وجدنا أن في سورة الأنعام تكرر لفظه الرب مرات هل هناك فرق بين الله والرب فيه طبعا يعني الرب يعني حتى يقول ربما استدلالنا عليه في لما كنا نتكلم عن سورة الفاتحة نعم رب العالمين صاحب السيادة والقهر والكبرياء سبحانه وتعالى فهي تنبئ بهذه المعاني كلها نعم ولذلك لما يتحدث ربنا عز وجل عن خلقه وعن عظيم خلقه في هذا الكون دائما يستعمل لفظ الجلالة أو لفظ الرب هنا وحينما يتحدث ربنا عز وجل عن عبادته وتشريعات مختلفة متنوعة لهذه العبادات وبعض الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات وغيرها يذكر لفظ الجلالة الله نعم سبحانه وتعالى لأنه المألوه بحق لأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى ولذلك هنا لما تكرف الأنعام كثيرا هذه اللفظة الرب الرب لأن الله تعالى تحدث في هذه الصورة كثيرا عن عظيم خلقه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وذكر فيها الحبوب وذكر الثمار وأتبعها بذكر أنواع الحيوان المختلفة من الضأن والماعز والإبل وتربية الأجسام فكان ذكر رب أو الرب في هذه الآيات أو في هذه الصورة اليق من حيث المناسبة اللغوية هنا أما في البقرة والنحل كما تقدم تقدم لفظ الجلالة الله قال إن الله ولم يقل فإن ربك قال أهل العلم في هذه الآيات قال ربنا تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا للرب ولا لله قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وفي هذه الآيات لاحظنا أنه تقدم التحريم تحريم هذه الأشياء في مواضع وهذا التحريم لا يملكه إلا إلا الله سبحانه وتعالى إذا ما نبه حكم عقائدي موجود حكم عقائدي ويليه حكم شرعي أيضا ثم إن أهل العلم لهم كلام نفس جدا في هذه القضية حتى لا يعني يلتبس الأمر على بعض الناس يقول لك يعني يا أخي الله عز وجل هنا يتكلم عن تحريم هذه المأكلات والمشروبات بعينها فكيف يناسبه في نهاية الآيات الحديث عن المغفرة والرحمة فأقول إذا كان الله تبارك وتعالى يغفر لعبد من عباده مع الذنب الذي يقترفه ألا يغفر سبحانه وتعالى مع الضرورة التي شرع لها هذا الحكم يغفر يعني إذا كان يغفر عز وجل ذنب عبد من عباده أذنبه بلا رخصة يعني ليس له رخصة أن يقترف هذا الشيء المحرم فكيف إذا اقترف عبد شيئا حرمه الله ولكن أباحه في ضرورة يعني هذه الرخصة من الله تبارك وتعالى هنا المغفرة والرحمة أولى وأتم ولذلك جاءت في آخر الصورة أو في آخر هذه الآيات الله غفور رحيم فإن ربك غفور رحيم الله غفور في الأصل أفلا يغفر سبحانه وتعالى لمن أعطاه هذه الرخصة نعم يغفر سبحانه وتعالى لأن حتى اللغة تقول الرب هو المربي أو المتعاهد بالتربية رب الدار ورب البيت ورب المنزل ورب القوم ورب الإبل كما قالها عبد المطالب أما أنا فرب الإبل ورب البيت رب يحمي أما الله سبحانه وتعالى فمدار الكلام فيه على صدار الأحكام والتكاليف الشرعية أحسنت برقى الله في قولي تبارك وتعالى في سورة البقرة يا سيدي بعد وعضب الله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا نعد مع بعض أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم تقريبا نعم هذه أربعة أحسنت فعلى عمر يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا وأيمانهم وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم هذا خمسة الاختلاف والتقديم والتأخير نعم لما ذكر أربعة أنواع من العذاب في الأولى نعم خمسة أنواع من العذاب في الثانية في الثانية في سورة في سورة العمران في آية البقرة سجل الله تبارك وتعالى على هؤلاء اللي هم من علماء اليهود لأنه نزلت في علماء اليهود في البقرة في الآيتين نزلت فيهم تمام هؤلاء الذين حرفوا الكلم من بعد موضوعه وخالفوا أمر الله تبارك وتعالى نعم فكل كاتم حق بسبب أو لأجل الوصول إلى غرض دنيوي تسرع له هذه الآيات أيضا تمام يعني ليس علماء اليهود فقط تمام نعم ولذلك العلم يقولون هذه الآيات عامة يعني الحكم فيها للعموم الحكم فيها للعموم وإن كان السبب خاصا يعني سبب أنها نزلت في علماء اليهود لأنهم فعلوا وفعلوا يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم في آية البقرة سجل الله تعالى عليهم أنهم واحد خالفوا الله تعالى في أمره نقضوا ما عاهدهم ربهم تبارك وتعالى عليه ولذلك حق عليهم هذه الأنواع الأربع من العذاب في آية ألي عمران نراهم خالفوا وارتكبوا المحرمات وآثروا القليل من الدنيا على العظيم من عهد الله تعالى الذي عاهدوا الله عليه ولذلك ربنا يقول في هذه الآيات وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتمون واشتروا به ثمنا قليلا إذن هنا لو لاحظنا في آل عمران زاد الله تبارك وتعالى فيها ولا ينظروا إليهم هذه ليست موجودة في الأولى في الأولى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم لكن هنا زاد ولا ينظروا إليهم قالوا هذه في مقابلة ما يأكلون في بطونهم إلا النار اللي كانت في البقرة هذه في مقابلة ما يأكلون في بطونهم إلا النار اللي كانت في البقرة تمام هذا الجزاء مستحق لي مثلا في البقرة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يكتمون الحق يعني نعم يكتمون الحق الذي أنزله الله تعالى في كتبه عليهم ويشترون به ثمنا قليلا نعم الثمنا القليلا هنا المقصود به الدنيا مناصب الدنيا أموال الدنيا وجاهة الدنيا طب فعلي عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يعني يشترون بعهد الله والأيمان الأيمان اللي هي الحلف الأيمان يعني يقصد بها الحلف أو العهد أيضا يعني هي تأكيد لكلمة العهد لأن هؤلاء عاهدوا الله تبارك وتعالى بل أقسموا على ذلك يعني بالضبط والله المثل الأعلى الآن لما بتجيب واحد مثلا تنصبه في مكان معين فيسموه يقول لك جاي يؤدي لإيه اليمين أو القسم هؤلاء الناس يعني أيضا أدوا اليمين والقسم ولكن بطريقة أخرى عاهدوا الله تعالى في مبينه ومبين الله عز وجل ألا يكتموا الحق الذي أنزله وأن ينشروه في الناس وأن يكونوا به من العاملين خالفوا كل هذا كتموا الحق حرفوا الكلم من بعض الموضوع زادوا ونقصوا في كلام الله تبارك وتعالى بحسب أمزيجتهم وأهوائهم ثم رأيناهم بعد ذلك لا يعملون بهذا بل يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتون هذا المعروف وينهون الناس عن المنكر ويأتونهم هذا المنكر إذن هم خالفوا في كل شيء ونقضوا عهد الله تبارك وتعالى من بعد مفاقه هذا فعلهم ولذلك حق عليهم هذا العذاب الشديد في آية آل عمران وفي آية البقرة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيام ولا يزكيهم ولا ينظروا إليهم ولهم عذاب أليم من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر شيخ زان ليه شيخ زان هنا؟ لأنه أصلا يعني خلاص لم يرتدي انتهى يعني لا يعاني المراهقة التي يعاني منها الشباب فلماذا يزني؟ هذا سؤال أولا الثاني هذا ملك كذاب أنت ملك أنت كبير في القوم أنت صاحب الأمر ونه لست في حاجة إلى هذا لست في حاجة أن تكذب يعني ممن تخاف حتى تكذب على هؤلاء الناس ثم عائل مستكبر هو أصلا فقير فقير معدم فعلى ما يتكبر ويستكبر عجيب على ما يتكبر ولذلك يأتي يوم القيامة أو يأتي يوم القيامة أشقى الخلق أشقى الناس من كان فقيرا في الدنيا معذبا في الآخرة يعني هو عاش في الدنيا أصلا فقير معذب يعني لم يتمتع في الدنيا بنعم الدنيا المختلفة ولذاتها وعلى الرغم من ذلك كان كافرا أو عاصيا لله تبارك وتعالى فيجمع عليه يوم القيامة عذاب الفقر الذي عاشوا في الدنيا نعم ومعاناة الفقر مع عذاب مع عذاب الآخر إذن هنا لا يكلمهم الله كلام فيه الخير والإقبال والتحية لكن لا شك أنه هناك كلام قال الله اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام يدور بين الله تبارك وتعالى وبينهم لكنه كلام فيه التوبيخ والتقريع وكلام الله كلام مالك كلام الله في بعض الآيات وكلام مالك في بعض آيات أخرى لكن الشاهد هنا أن الله تعالى يكلمهم يوم القيام فإذا قال هنا لكن بالعذاب الذي يستحقون هنا وليس بالكلام وإذن ولا ينظر إليهم نظرة رحمة وشفقة أحسن ولا يكلمون كلاما طيبا فترتاح نفوسهم وإنما يزددون معاناة سلم يا رب صلى الله عليه وسلمنا يا رب وربنا تبارك وتعالى مر يقول في البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر ومر يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ومر يقول ومن كان مريضا أو على سفر فلما هذه الاختلافات بين الثلاث آيات مع أنه ربما الحديث يعني هيكون متقاربا بشكل أو بأخرى صحيح هي فالفة بسطة جدا أو لمسة بسطة جدا إنه في الآياتين الأوليين قيد بمنكم نعم قال أهل العلم اكتفاءا بقوله في صدر الآية يعني لما جاء في الآية الثالثة التي ذكرتها من كان مريضا لم يقيد بمنكم مثل أختيها من كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام بدون منكم صحيح قالوا هنا لم يقيد هذه الآية بمنكم اكتفاءا بما جاء في صدر الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم طب يعني هلنا نقرأ الآية من أولها مثلا ممكن حتى يتضحي المسألة أكثر أسنع أخونا أبو سلمان يتفضل مشكورا إخرجها على الشاشة نعم يعني أياما معدودات تفضل شيخ سيخ يقول ربنا تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذه واحدة تمام الآية الثانية التي تشبهها وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديا إذن هنا أيضا منكم الآية الثالثة التي لم يقيدها بمنكم جاء في أولها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم هنا منكم جاءت في الأول فمن شهد منكم الشهر فليصم ولذلك اكتفى بها ومن كان مريضا أو على السر ومن كان مريضا مباشرة ما يقول بها فمن شهد منكم الشهر ومن كان منكم مريضا لأنها ذكرت قبلها هذه متصلة به يعني هذه متصلة به هذه فالإتيام بها في أول الآية يكفي صحيح يعني مرة ربنا تبارك وتعالى هناما يتكلم عن حد من حدود التشريعية التي تشريعها في آيات القرآن الكريم يقول مثلا تلك حدود الله فلا تقربوها ومرة يقول فلا تعتدوها فما الفرق واللمس البانية نعم الحد هو الفاصل المانع من اختلط شيء بشيء تمام هذا هو الحد تمام حدود الله تبارك وتعالى ما هي هي محارمه ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه نعم والحديث رواه البخاري ألا أن كل شيء حمى ألا أن حمى الله محارم نعم فيقولون الحد الأول هنا اللي هو في تلك حدود الله فلا تقربوها هذا الحد حد نهي نعم ولذلك هو واضح جدا يعني قوله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هنا الآن تتحدث عن الاعتكاف سليم تمام نعم ولذلك جاء بعدها تلك حدود الله فلا فلا تقربوها فالحد هنا حد نهي قالوا وما كان من الحدود نهي أمر بترك المقاربة يعني إذا جاء حد في القرآن حد نهي يعني الله ينهى فيه عن شيء معين المفروض على المؤمن أن يعمل إيه؟ أن لا نقترب أن لا يقترب أصلا من هذا الشيء أساسا يعني أن يبتعد عنه قدر استطاعته تمام ولذلك جاء في الحد الثاني في الآية الثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها لأن هنا يتحدث عن أي الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان ويتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن بيان عدد الطلاق أو مرات الطلاق المشروعة يعني فإلى أن جاء إلى قول سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله إيه؟ فلا تعتدوها فقال أهل العلم الحد الثاني أمر وما كان أمرا أمر بترك المجاوزة ألا هو الاعتداء يعني نعم يعني إذا ما جاء نهيا أو ما كان نهيا أمر بترك المقاربة ألا أقترب منه أصلا تمام وما كان أمرا يعني نهي أمر لا نعتدي لا نعتدي لا نتجاوز حدود الله تبارك وتعالى ولذلك يقول الإسكاف في ضرة التنزيل الحد ضربان حد هو منع ارتكاب المحظور اللي جاءت في الأولى نعم وحد فاصل بين الحلال والحرام حد فاصل بين الحلال والحرام الأول ينهى عن مقاربته والثاني ينهى عن مجاوزته ألا نتجاوزه ألا نتعداه تمام ولذلك هنا كأن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين إن المؤمن يا أخي لا تجعل مثلا امرأتك وأنت معتكف تأتيك وأنت في معتكفك وربما تكون هذه المرأة جميلة فتثير غريزة هذا الرجل المعتكف نعم فهنا صحيح هو أصلا لم ينوي فعل شيء في الأصل لأنه معتكف لكن لمجرد أن يقربها أو تقربها إيه اللي يحصل؟ ممكن يقع المحظور نعم صحيح ويفسد على نفسه هذا الاعتكاف ولذلك هنا إيه؟ النهي بعدم الاقتراب منها أصلا يعني بترك المقارب زي ما حصل في الخمر فيجتنبوه لماذا فيجتنبوه هنا الاجتناب اللي هو عدم المقاربة أصلا لأن تخيل لو إنسان جلس مثلا هم بقولوا بعضهم يقول أن الخمر ليس فيها نص تحريم ليس فيها نص تحريم كل هذه النصوص ليس فيها طيب يقول فيجتنبوه وما قال حرم أو حرم يقول فيجتنبوه ده هذه يعني أقوى من التحريم طبعا أقوى ده يعني تحريم إيه؟ تحريم إن الخمر في يدي فهي حرام فأضحها هنا لكن تخيل يعني أنا مطلوب مني ألا أقربها أصلا تجتنبها أصلا اجتنابها أصلا صح فهذا يعني هذا أبلغ في المعنى وأدعى للتحريم ولذلك إيه؟ حتى لا تزين في نفسي أو في عيني من يراها أو من يقترب منها ولذلك على المسلم أن يفارق هذه المجالس هذه المجالس التي تتناول فيها الخمور أو تشرف فيها الخمور وتقرع كؤس الخمور يجتنبها أصلا يجتنب هو محمد شرمنا لا يدري لعله يقع في المحظور بمجرد المقاربة مجرد المقاربة نعم في قول تبارك وتعالى يعني مرات كثيرة في القرآن يقول يسألونك الخطاب موجه من قبل الله عز وجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي موقيته للناس والحج يسألونك عن المحيض قل أنا أركز على كلمة قل هو أذى يسألونك ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح قل لكن مع الجبال ويسألونك عن الجبال فقل بالفاء فما الفرق وما لمسة البيانية في كل وبالمناسبة مرة يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قل ما قل لا قل ولا فقل يعني إذا أردت حتى تتمل الفائدة هنا الأجوبة في كل الآيات التي تفضلت وذكرتنا بها الأجوبة كانت بعد وقوع السؤال لو لاحظنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إذن هم يسألونه والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بعد نزول الوحي عليه الأجوبات هنا كلها وقعت بعد الأسئلة هذه واحدة ولذلك جاء فيها قل يعني الأمر تضحت هنا لكن في سورة طه أو في آية طه السؤال هنا كان قبل أو الإجابة هنا جاءت قبل وقوع السؤال لو لاحظنا يقول فيها ربنا تعالى وَيَسألُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لَا تَرَى فِيهَا عِوَاجًا وَلَا أَمْتَى هذا كله يحصل متى؟ هو حصل أو لسه يحصل؟ لسه يحصل صحيح عند قيام الساعة عندما تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار إذن الأجوبة على هذا السؤال في سورة طه وقعت قبل وقوع السؤال لأنه أمر غيبي مستقبلي كأنه وقع يعني كأنه وقع وانتهى أمر ولذلك فقل هنا جاءت الفاء هنا وإن لم يسأل الناس عن هذه المشاهد بعد يعني حتى إن لم يسألوا عنها بعد جاءت الأجوب فكأنه لنا متعلقة بما سيحدث في قبل الأيام ليست آنية كالأسئلة التي سألوا عنها عن المحيض وعن الهتام وعن الأهلة نعم كأنه يقول إيه إن سئلت يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الجبال ولا يحصل في الجبال فقل ينسفه ربي نسف لفت الجميلة في موضوع وإذا سألك عبادي عني نعم فإني فإني ما قال لا قل ولا فقول قل ولا فقول ولا أي شيء هذا أهل العلم يقولون لم يجعل ربنا تبارك وتعالى هنا واسطة بينه وبين خلقه ولا حتى محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم شوف محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته من الله لم يجعله ربنا تعالى واسطة في هذه وإذا سألك عبادي عني فإني لماذا فإني هنا كأن الله تبارك وتعالى استجاب الدعاء من الداعي قبل أن يدعو به الله أكبر سبحان الله القدير الله سبحانه وتعالى علم أنك ستدعو في يوم كذا بكذا وكذا صحيح وقد استجاب الله تعالى منك هذا الدعاء ووفقك للدعاء لأن تؤدي هذا الدعاء العظيم بإنادر ربك سبحانه وتعالى يعني أنك مثلا يا رب بحق جاسبنا النبي بحق النبي يكرمنا ما نحن مش محتاجين لهذه لأن هنا خلاص الله عز وجل يعني حسمت هذه المسألة في هذه الآية فإني قريب يعني يا عبدي لا تجعل بيني وبينك واسطة ادعوني أستجب لكم حتى وإن كان يعني حتى وإن كان ملك من الملائكة المقربين حتى وإن كان أفضل الأنبياء والمرسلين والله هذا خير ما بعده خير سبحان الله يا أخي سبحان الله أنا ساعات أستغرب جدا من عبد من عباد الله نراه مثلا يجعل واسطة بينه وبين الله فيتوسل بفلان اللي مات والضرح الفلان وكذا وبعد يقول لك يا أخوانا تركون هؤلاء من أولياء نعم نحن نعلم أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى ولهم المنزلة في قلوبنا جميعا ولكن يا أخي لماذا تذهب بعيدا الإجابة نترقى بعد هذا الفصل أحسن تفضل شاهدنا الكرام بعد الفصل نواصل كونوا معنا مالفصل مالفصل هنرجع للأول شاهدنا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومعنا نجدد والتحية لضيفنا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ السيد البشبشي مرحبا بفضلتكم على الثانية أهلا بكم أخي مرحبا بارك رفك إذن واسطا بما سبق لا يجوز التوسل بأي مخلوق من العبد بينه وبين الله عز وجل لماذا التوسل بمخلوق الله تبارك وتعالى حسم هذه المسألة تماما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني فإني قريب ترتيب وتعقيب وسرعة استجابة حتى قبل أن يدعو العبد من أن كل يسألونك في القرآن فيها قل فقل قل قل فقل هذه مسألة شرعية مسألة فقهية أحكام الناس يحتاجون إليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة والآن أصبح الواسطة بين الناس وبين هذا العلم العلماء الآن أسأل العالم أقول له الحكم في المحيد الحكم في كذا أو كذا لكن قضية الدعاء الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فطالما إن الدعاء هو العبادة فأصبح لا يجوز أبدا الواسطة بين دعاء العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإنما الدعاء إليه يصعد الكلم الطيب مباشرة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولذلك لما سؤل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بين الطراب والعرش دعوته مستجابة دعوته مستجابة فقط يعني هكذا ولذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينبهنا دائما إلى أن نسأل الله تبارك وتعالى إذا سألت فاسأل الله مش يسأل فلان يسأل لك الله لا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله من لا يسأل الله يغضب عليه هذا حديث للنبي صلى الله عليه في كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث دلالة واضحة جدا على أن الدعاء لله مباشرة دون اتخاذ وسطة من العباد ولذلك أنا كنت أستغرب جدا من بعض الناس الذين يرون عدم الدعاء أصلا هناك من يرى هذا يقول لا تدعو الله لماذا يا إخوانا يقولون لأن دعائك لربك اتهام له سبحان الله كيف كيف هو يقول لك أنت لما تدعو الله تبارك وتعالى يقولون حتى يدعون ربهم خوف يدعوني أستجب لكم يدعوني فعل الأمر بالقرآن شوف شوف كل هذه الأدلة لكن تركوا كل هذا وتمسكوا بحديث موضوع مكذوب يقولون أنت لما تدعو الله تبارك وتعالى كأنك تتهم ربك عز وجل أنه لا يسمعك أو لا يعلم ما بداخلك واستدلوا بقصة إبراهيم عليه السلام المعروفة لما ألقاه النمروض في النار ونزل جبريل عليه السلام فقال إبراهيم هم يقولون إيه أن إبراهيم قال إليك عني علمه بحالي يغني عن سؤالي مكذوبة طبعا كلام غير صحيح لكن ما كان لإبراهيم يقول هذا أبدا إبراهيم يعلم أن الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى وهو في أحلك هذه المواقف وأشد يحتاج إلى دعائه لربه عز وجل ولذلك الصحيح أن إبراهيم قال حسبي الله نعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام وهو ملقى في النار فقال ربنا تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله القدير فنجاه الله تعالى انقلبوا بنعمتي من الله وفضل لم يمسسهم سوق سبحان الله القدير فهذه من أعظم الدعاء فكيف يطلب مننا بعض الناس أن نترك الدعاء يعني الآن الناس بين أمرين وإن هذا شفع معذرة إذن هناما يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاءه أحسنت صحيح يعني سهام الليل كم يسمونها سهام الليل طيبة هذه سهام مخترقة في كل الأجواء وفي كل الأحوال يعني ربما بعض الإخوة عطلوها في زماننا سهام الليل هذه لكنها سهام بالغة النفاذ سبحان الله القدير أن يقول العبد يا رب فيتلقى الله دعاءه ويلبي له نداءه سبحانه وتعالى ولذلك حكي عن أحدهم أنه قام من الليل في ليلة من الليال يدعو الله تعالى وكان الجو باردا شديد البرودة فالرجل رفع يده اليمنى ولم يرفع اليسرى وهو يدعو بهذا الطريق من شدة البرد من شدة البرد يعني الله أكبر طيب فيقال أنه لما نام سمع في المنام هاتفا يقول يا فلان أعطيناك ما لليد اليمنى وبقي ما لليد اليسرى الله نشوف سبحان الله الدعاء ولو رفع اليسرى لا أخذ لا أخذ المصيبة كاملة الله أكبر لا إله إلا الله هما هي مشكلتنا بالفعل يعني أننا دائما نبحث عن واسطة ولكن كما يقول يعني القائل لا تسألن ابني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب انتركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ولذلك واحد من السلف قال إيه للناس بل لكل شوية عمل يسأل الناس يا فلان أعطني كذا يا فلان أعطني كذا يا فلان أنا أحتاج إلى كذا ولم يسأل ربه تبارك وتعال صحيح ممكن ممكن أن أطلب منك شيء أو تطلب مني شيء دون الشكوة تمام ولكن اسأل ربك عز وجل يا أخي يعني لماذا غفل بعض الناس عن ربهم تبارك وتعالى يقول أحد السلف إن الأغنياء لا يعطونك بقدر ما يغنونك إنما يعطونك بقدر ما يهينونك ويفضحونك وإن الذي يعطي بغير حساب الله الله الكريم الوهاب سبحانه وتعالى فإذا سألت فاسأل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولهذا فهي نقطة بلاغية حقيقة ودرسي تربوي شرعي جميل بدون قل أو فقل عجيب جواب الشرط يقدم على فعل الشرط فهذه الآية يعني شيء 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 مثير للنظر والتأمل يعني نعم يعني إذن دعوة لكل المشاهدين المستمعين رفع كف الضراعة إلى الله عز وجل الآن والله وسألوا الله من فضله الآن نعم ما تدعونا شيخ دعوة كده طيب أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المسلمين أجمعين يا رب وأن ينصر هذا الدين وهذه الأمة العظيمة وأن يجعل دعاءنا ورجاءنا واتكالنا وتوجهنا كله إليه سبحانه وتعالى اللهم أمين آمين رب العالمين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين لله نعم ومرة ثانية ربنا تبارك وتعالى قل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فيزيد كله نعم أو يزيد كله بحسب النحو نعم أو نقول كله عشان هي جاد في القرآن كله فلما هذا الفرق الفرق هنا بسبب الاختلاف بين حال وحال نعم حال المسلمين في الآية الأولى أو حال قتال المسلمين في الآية الأولى كان قتال كان قتالهم لكفار مكة فقط ليه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لله هذه لأننا وجبنا الآيات من أولها وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله تمام لأن المسألة كانت فاها اختبار للفتنة اختبار للإيمان بالفتنة والفتنة أشد من القتل ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون فكان هذا الرد والصد لمن اعتدى عليهم خشية الوقوع في الفتنة الفتنة المقصود بها الارتداد من شدة القهر والتعذيب والإذاء وبعضهم ارتد بعض الناس ارتد كما في قصة عياش بن أبو ربيعة وعمر بن الخطاب القصة المعروف وبعضهم ارتد ظاهرا زي عمر بن ياسر من شدة ما حصل له ولذلك كان لابد من قتال هؤلاء حتى لا يفتنوا الناس عن دينهم لكن في آية الأنفال القتال هذا ندر فيهم أي أن الذين فتنوا ثم لم يتوبوا نعم فلهم هذا نعم أما في الأنفال فكان القتال هنا لجميع الكفار وليس لكفار مكة فقط نعم ولذلك ناسبها يا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله كله لأن المسألة الآن اتسعت أصبحت على دائرة على مستوى العالم وليس على مستوى مكة فقط وأصبح التشريع هنا تشريع عام نعم يعني إذن الأولى فيها تحديد للمكان وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله بدون كله بدون كله هذا فيها تحديد تحديد مكاني نعم أما الثانية فيها كله ويكون الدين كله لله بالاتساع الدين واتساع رقعته وبقاعه هذا التساع المكان والزمان نعم التساع المكان والزمان لأن هذه الآية هذه الآية صالحة لكل زمان ومكان نعم نعم نقول صالحة أم مصلحة لغوية يعني قل الدين أنا كلغوي الدين مصلح وليس صالح أنا نحن لا لعكم على الدين هو صالح في ذاته هو صالح في ذاته مصلح لغيره الأحسن فهو مصلح لكل زمان ومكال لغوية بارك الله فيك في قولي تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم في البقرة في أل عمران يقول ربنا تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين في التوبة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم لماذا هذا الاختلاف ولمن الخطاب في هذه الآيات الكريمة نعم جميل جدا الآية الأولى الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم هذه الجميع للنبي ولأمتهم ولأمتهم الآية الثانية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لأنه نزلت في سياق الكلام عن غزوة أحد وما حصل فيها فهذه نزلت في حق المؤمنين لأن الخطأ الذي حصل ساعتها من بعض المؤمنين وليس من النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه عليه الصلاة والسلام أنهم ما سمعوا الكلام ونزلوا من أجل خلف خلد بن رجيش أو جمع الغنائم وحصل ما حصل وتحول تحولت يعني دفة المعركة إلى صالح المشركين فكان الخطاب بقيادة خالد بقيادة خالد بن رجيش نعم فكان هنا الخطاب موجه للمؤمنين دون النبي صلى الله عليه وسلم دون النبي صلى الله عليه وسلم طيب في الآية الثالثة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم هذه للمخاطبين جميعا نعم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من صحابته لهم عاينوا هذا المشهد وللمؤمنين إلى قيم الساعة تمام أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم تمام تمام أهل اللغة هنا لهم لهم لمسة أو كلام نفس جدا في هذا السياق ماذا يقولون قلون في النحو هناك أدوات نفي وأدوات جزم نعم من أدوات النفي لم ولما تمام صحي أو لا نعم تمام فلما واحد يقول لم يحضر زيد هذا حديث في الماضي نعم لكن من الجائز من الجائز أن يحضر الآن ومن الجائز أن لا يحضر لكن لما يقول لما يحضر زيد هنا هنا النفي هو سيحدث النفي هنا مستمر يعني هو لم يحضر حتى الآن لكن حضوره متوقع مترقب مترقب تمام ولا نعم صحيح ولذلك قال ربنا قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان يشوف لما سمعوا أنا ما دخلت ولكن ممكن يدخل لما سمعوا قريبا لما سمعوا الثانية هذه ولما اطمأنوا شوي قالوا الحمد لله يعني هناك أمل أن يدخل الإيمان في قلوبنا ولذلك هنا جاءت هذه الآيات وعلى فكرة الآية خاصة الآية الأولى اللي هي أم حسبتم أن تدخل كلها لما ولما يعلم كلها جاءت إلى أجل هذا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله تبارك وتعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلك الله عز وجل علم هذا كله سواء ما حصل في الماضي أم أنه سبحانه وتعالى علم أيضا ما حصل منهم هم وما يدر في قلوبهم يعلم خائنة الأعين أقرب إلى عبده من حبل وليده وأعلم بعبده من نفسه التي بين جنبيه سبحانه وتعالى فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عذبوا وأوذوا في سبيل الله عز وجل أوذوا من القرابة حوربوا من الناس يعني سحب بعضهم على الرمضاء وآخرون في العراء وعرض صفة شبابهم للسيوف المصلطة فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة الوارفة وقدموا للموت والمعارك والقتال فكانوا كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل علم هذا كله منهم ولذلك ربنا بصبر الأولين التي هي في الآية الأولى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تمام ويذكرهم أيضا بما هم عليه الآن من الجهاد الجهاد الذي فيه إخلاص يعني ويذكرهم أيضا بما تقول إليه الأمة بعد ذلك أيضا من المعاناة والصبر والتحمل على الفتن التي تعترض حياتهم كل هذه التذكرة في سياق هذه الآيات كله يصب في النهاية أو يؤدي في النهاية إلى معنى واحد ألا وهو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نعم أحسنت في خطاب ربنا تبارك وتعالى ويتكلم عن مسألة النكاح للمؤمنات والمشركين والمشركات نعم فيوجه الخطاب للمؤمنين يقول وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا تَنْكِحُوا بفتحة التاء ومرّا ربنا تبارك وتعالى في نفسه لا يقول وَلَا تُنْكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا ضم التأفية فلماذا اختلف ضبط الفعل في الحالين وما لمس البيانية في كله تنكحوا الأولى من نكحة تمام هذه أصله تنكحوا في الثانية من أنكحة وهذا يتعدى إلى مفعولين هو الخطاب في الأولى الخطاب في الأولى ولا تنكحوا المشركات موجه للرجال مؤمنين ولا تنكحوا المشركات الخطاب في الثانية موجه للمؤمنات بل لأولياء أمورهن لولي أمر المؤمنين يعني ما تجوزوش بناتكم منك ما تجوزوش بناتكم من المشركين وهذا فيه دليل وفيه رد على من يبيحه يعني فعل الأول نكحة فعل الثاني أنكحة أنكحة تمام فأنكحة هنا يتعدى إلى مفعولين المفعول الأول في الآية المشركين في الآية الثانية مع أولياء أمور المشركات المؤمنين المؤمنات لا نعم مع أولياء أمور المؤمنات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل 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 لا يجوز يعني لا تنكح المرأة إلا بوليه كما جاء في الحديث الصحيح لكن إذا كانت تيب يعني هذه المسألة فيها أخذوا رد وقلبه حنيفة فيها أخذوا رد شوية نعم لكن إلا أن الحلقة عن اللمسات الغيرية لازلت اللمسات الزوجية لا نستعب الله نستعب نعم فهنا المرأة تنتحب ولي صحيح أنها تستأذن إذا كانت بكرة البكرة تستأذن وإذنها سماتها وإذنها سكوتها طب لو بكت دموع الفرح لمسة دمعية لمسة دمعية يقولوا دموع الفرح عندنا يقولوا دموع الفرح بالضبط في كل الأحوال لا المتخصصون يقولون يلمس ودمعها إذا كان مر كان باردا فهو دموع الفرح وإذا كان ساخنا أو حرا فهي دموع الحزن ممكن تكون خايفة يعني سكتة لكن خايفة لكن إن سكتت ولم تبكي أو كذا يعني في غلب الأحوال دل على رضاها لأنها تستحي يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالقصة هنا الموضوع موضوع لا تنكح المشركين النساء المؤمنات حتى يؤمنوا هذا هو الموضوع خطم وجه للمؤمنين في الأولى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هذا خطاب مباشرة من الله عز وجل إلى المؤمنين تمام يعني يؤمنين لا تطلب المشركات للزواج إلا أن يؤمننا ده في الأولى في الأولى لكن في الثانية الخطاب موجه من الله إلى أولياء أمور المؤمنات أحسن أحسن هو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحنا المشركين لأن وليت المرأة كما ذكرته الولي بيدي وليها أحسن والله جيد وإذن فعلا الأول نكحة الثاني أنكحة هذا ثلاثي هذا رباعي يعني متعد المفعول واحد متعد بمفعولين ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلماذا الفرق في الأولى منكم الأولى في البقرة والثانية في الطلاق الأولى فيها منكم الثانية ليس فيها منكم الأولى الخطاب فيها المين للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجل نعم لكل بداية الآية على الطلاق وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم الخطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته صلى الله عليه وسلم حتى هنا خص بالتوحيد من كان منكم يؤمن بالله يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وجمع في الآية الثانية اللي هي في سورة الطلاق فإذا بلغنا أجلهن أشوف الكلام هنا فأمسكهن أو فارقهن قال وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأخر لا يوجد منكم هنا لأنها جاءت جاءت سياق الآيات قبلها تتحدث عن الحاصل في موضوع الطلاق وموضوع الزواج وموضوع كذا من بداية الصورة فالعملية واضحة المسألة هنا واضحة أن الخطاب التشريع هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس في هذا إشكال فلا داعي أن يأتي بمنكم هنا لأنه واضحة أن الخطاب للنبي ولأمته عليه الصلاة والسلام لماذا ذلكم زاد الميم وفي الأولى ذلك يوعظ به في الثانية ذلكم لما لم يكن بعده منكم يعني كما قال عوض عنها بالميم التي زادها في ذلك فأصبحت ذلكم يعني كأن الإشارة هنا جاءت في بداية الآية لم يأتي بمنكم ويعيدها ويكرها مرة ثانية لأنها لا تناسب هذا المقام لكنه لكنه زاد الميم فأصبحت ذلكم إشارة أيضا إلى أنها لكم أنتم يا أمة محمد مم الجمع يسميها اللغويون مم الجمع نعم فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف أمر يقول تبارك وتعالى فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الفرق هنا يعني بحرف الجر بي وبالباء ومن فبداية لكن إلى ما تشير الآية الكريمة نعم الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف الآية الأولى بتتكلم عن موضوع إيه موضوع أن الله تبارك وتعالى أباحة لنا أباحة للمؤمنين والمؤمنات التزوج بعد انقضاء العدة العدة نعم بعد انقضاء العدة العدة المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة لكن عدة المطلقة ثلاث شهور المطلقة غير المطلقة ثلاث حيضات فإلا أن تكون تحيض فعدتها ثلاثة أشهر يعني تتحول من القرأ إلى الشهر هذا في حالات معينة يعني هذا بالنسبة ل والقرأ الحيضة أم الشهر القرأ اختلف فيها أهل العلم لكن الأرجح أنه الحيض الأرجح أنه الحيض فهنا المرأة المتوفة عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة ولذلك فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف ليه بالمعروف أهل العلم لهم فيها كلام طيب جدا بس لو تعطيني بعض الوقت في هذه الآيات بالذات محتاجة بعض التفصيل فصل المعرفة في اللغة هي مدلة على شيء معين تمام لكن النكرة مدلة على شيء غير معين غير معين غير محدد هنا في الآية الأولى التي جاء فيها بالمعروف الأمور هنا محددة يعني المعروف هنا أصبح مشهورا أصبح محددا اللي هو قضية العدة نعم تمام ولذلك استعمل فيها التعريف فجاء في أنفسهن بالمعروف تمام نعم في الآية الثانية وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحًا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ إِيهِ من معروف من معروف ليه من معروف قال لك لأن هنا في الآية في تخيير الآية هنا فيها إيه تخيير فيها تخيير تخيير لهن للنساء بين أمرين شرعيين نعم وليس أمرا واحدا الأمر الأول القعود في البيت يعني والأمر الثاني الزواج تمام تمام والاثنين مشروعان فلم يكن المعروف الثاني إلا وجها من الوجوه المشروعة غير محدد ولهذا خرج مخرج النكرة ولم يأتي معرفة معرر نعم شوف هذا إيه الفرق من الآية الأولى موضوع مشهور ومحدد وخلاص وانتهى الموضوع في العدة معين محددة ومعينة وانتهى الموضوع فتم النص على المعين فتم النص بالتعريف أما الثانية جاءت بالتنكير لأن القضية فيها تخيير كالملاحظ في الآيتين يعني أنه معروف معرفة في الأولى ومنكرة في الثانية واختلاف حرف الجر الباء ومن الباء ومن هل هذا تغير دلالي طبعا بخصوص الباء والمن مثلا طبعا فيه تغير مهم جدا وهي القضية التي يسمىها العلماء الإلصاق الباء هنا دال على الإلصاق فقوله تبارك وتعالى يتربصنا معناه في البداية يصبرنا أنفسهن هذه المدة ليتسنى لهن الزواج فلما ذكر العدة التي يحق لهن التزوج بعدها جاءت الباء هنا اللي هي الدل على الإلصاق كما قال أهل العلم نعم يعني نكتفي بهذا القدر بورك فيك سيدي ونلتقكم في الحلقة القادمة لكن هناك تتم لهذه الآية ذكرنا به إن شاء الله في الحلقة بإذن الله إن شاء الله رب العالم حفظك رب بارك شكرا سيدي بوركتم أخي الحبيب وشهدين الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في الأمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ السيد البشبيشي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرقب نيات وعطر تحيات خضر عبد المطلب ومحمد خارد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الله ربكاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة